تحذيرات خطيرة من تفاقم أزمة الجفاف في العراق خلال موسم الصيف المقبل ما يهدد ليس تأمين مياه الزراعة فحسب بل مياه الشرب أيضا في ظل استمرار انخفاض هطول الأمطار وارتفاع مستويات التلوث في الأنهر الأمم المتحدة قالت إن العراق يواجه حاليا أسوأ موجة جفاف في العصر الحديث حيث تناقصت كميات حصة الفرد العراقي من المياه بشكل حاد بسبب تراجع مناسيب مياه نهري دجلة والفرات ما تسبب بهجرة سكان عشرات القرى إلى جانب الخسائر الكبيرة في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية وفقدان الكثيرين أعمالهم ومصادر رزقهم لا تقتصر أزمة المياه في العراق على الجفاف بل تتعداها إلى التلوث نتيجة سوء الاستخدام وغياب الرقابة حيث أكدت وزارة البيئة أن نسبة تلوث الأنهر بلغت تسعين في المائة بسبب تصريف مياه الصرف الصحي دون معالجة وفي الوقت الذي يتزايد فيه النشاط العالمي للاعتماد على الطاقة النظيفة والابتعاد عن الوقود الأحفوري يعد العراق من بين خامس أكثر الدول تأثرا بالاحتباس الحراري وتغير المناخ حيث تزيد عمليات استخراج النفط وما يرافقها من حرق الغاز المصاحب من معدلات تلوث الهواء والماء وعلى الرغم من قيام تركيا بزيادة التدفقات المائية إلى نهر دجلة بواقع ضعفي كمية المياه التي كانت ترسل سابقا للعراق بحسب وزارة الموارد المائية الحالية فإن المواسم العجاف التي مرت على العراق تركت تأثيرا بالغا فضلا عن استمرار قطع إيران لمنابع الأنهار الواصلة إلى العراق الجفاف والتلوث معضلتان تسيران جنبا إلى جنب لتهدد أمن العراق المائي وتزيد من حجم المشكلات التي تعيشها البلاد في ظل كلام كثيرا عن الأزمة وغياب الحلول الحقيقية التي تحلها أو تخفف من تداعياتها